الحقيقة أن الذي يحدث في غزة يعني قلتها أكثر من مرة ونكررها ستكون له تداعيات غير مسبوقة من تداعياته المباشرة الآن هو انقلاب الأمور في أوكرانيا بعدما كانت أوكرانيا تأخذ المبادرة وشفناها في الصيف الففات قضية الهجوم بالرغم أنه لم ينجح نجاحا كاملا إلا أنه كان هجوما مخيفا لبوتين وبوتين كان في وضع سيء خاصة في الفترة اللي كان فيها بريغوجين واللي كاد أن يطيح به في 23 جوان الماضي وكان الجيش الروسي في وضع سيء مقارنة بأنه ثاني أقوى جيش في العالم تعرفوا الآن بوتين استرجع المبادرة واخذ أراضي كثيرة واخذ عدد من المدن وهو يجري الانتخابات الآن في هذه الأربع مقاطعات بوتين أيضا ذهب للتهريش تعال الانتخابات طبعا عارفين باللي هو رح يخرجه ورح يخرج بيختار من 95% من الأصوات أو تعلم من عند بشار ومن عند سيسي ومن عند تبون والأشكال هذه كلها بوتفليقة مش تبون حقيقة فأره يجري في انتخابات هناك وأرهي الأمور عنده وشفناه مع كارلسون الصحفي الأمريكي اللي قابله واللي بالمناسبة الصحفي اليوم هاجم المخابرات الأمريكية وقال أنهم تجسسوا علي في روسيا وأنهم كانوا يريدون منع هذا اللقاء إلى آخره شفنا بوتين مع كارلسون كان من شكله يظهر وأنه في أزهى أيامه أنه ليس بوتين اللي كان في جوان الماضي أو حتى في جونبي أو ما قبلهما كان أحيانا تشوف ما باللي قطرة دمه كانش في وجهه وتشوفه أحيانا مرتبك وتشوفه شفنا الارتباك خاصة لما بريقوجين قالوا أنا جايك لموسكو طاعا كما تعرفون انتهى بريقوجين بإسقاط طائرة وأسقطها بوتين في 23 أود أعطاه بالضبط شهرين ثم أسقط الطائرة هو ومن كان معاه في سماء موسكو ليشوف صورة بوتين مع كارلسون الأمريكي يعرف أنه بالفعل نفسيا مرتاح جسديا مرتاح حتى كان ينكت ويضحك وهذا دليل على أن المؤاخذة المبادرة فيه صحيح لم ينتصر صحيح ما زال هناك مقاومة أوكرانية لكن السلاح الذي كان يذهب إلى أوكرانيا السلاح الأمريكي بشكل خاص أكثر يذهب إلى إسرائيل بعد السلاح الغربي الذي كان يذهب إلى أوكرانيا يذهب إلى إسرائيل فأوكرانيا هي الضحية سبع أكتوبر إذا شيئنا والحقيقة هي ضحية التحالف المطلق مع الكيان الصهيوني من طرف الغرب الذي خلوا أوكرانيا ويجروا لإسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل أهم إسرائيل أهم من أوكرانيا أوكرانيا كانت تفيدهم أنهم يوقفوا روسيا أما إسرائيل فهي موقفين المنطقة الإسلامية بشكل أو بآخر يستخدموها في إضعافها كلية أنا لا أقول أن أقول لهم على الكيان الإسرائيلي فقط يعني لكم عندنا جواسيس كان هذه إسرائيل انتهت منذ زمان ولكن بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة الغرب إسرائيل فوق الجميع وفوق القانون ولذلك أرهم يشوفوا فيها وهي تهديم في القانون الدولي وفي المنظمات الدولية وترتكب كل جرائم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بما فيها جريمة الإبادة ومش قادرين يوقفوها مش مش قادرين لا يريدون خاصة الولايات المتحدة هزيمة إسرائيل هي هزيمة للغرب وخاصة الولايات المتحدة أكثر من لو تهزم أوكرانيا وخاصة الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر